اجتمع الفريق طبيب مع الشيخ محمد بن عبدالله الخليفة رئيس المجلس الأعلى للصحة مع الفريق الركن مع الشيخ راشد بن عبدالله الخليفة وزير الداخلية صباح اليوم بوزارة الداخلية حيث تم خلال الاجتماع بحث آخر مسجدات مشروع الإسعاف الوطنية وفي بداية اللقاء أشهد معالي وزير الداخلية بالجهود التي يقوم بها المجلس الأعلى للصحة لتطوير المنظومة الصحية في مملكة البحرين مؤكدا أن مشروع الإسعاف الوطني يأتي استجابة لاحتياجات المواطنين والمقيمين ومواكبة للتطور الحاصل في مجال الإسعاف والسلامة على المستوى العالمي مشيرا إلى أن المشروع يعد جزءا رئيسيا في الخطة الوطنية لمواجهة الكوارث ويتطلب إدارة صحيحة وكوادر مدربة مؤكدا ضرورة الاستعانة بخبرات دولية في هذا المجال والاطلاع على مرئيات الجهات المعنية بالمشروع معربا عن شكره وتقديره للقائمين على المشروع لإنجازه وفق المراحل التنفيذية المقررة بما يضمن زيادة معدلات الأمن والسلامة لجميع المواطنين والمقيمين كما قدم اللواء طارق حسن الحسن رئيس الأمن العام إجازا تفصيليا حول المشروع والمتعلق بتوفير الطاقم الطبي والمنشآت الخاصة بمحطات الإسعاف بالإضافة إلى القوى البشرية اللازمة وخطط التدريب الخاصة بعمليات التشغيل مؤكدا استلام عدد من سيارات الإسعاف وطلب المعدات الطبية لتجهيزها كما تم الانتهاء من تجهيز عشرة مراكز سيارات الإسعاف بمختلف المحافظات يتم التحكم فيها عن طريق غرفة عمليات رئيسية إضافة إلى تخصيص سيارتي إسعاف للمستشفيات الحكومية المعتمدة وبجسر الملك فهد بحيث يصبح العدد الكلي أربعة عشر مركزا للإسعاف الوطني وأشار إلى توقيع اتفاقية تعاون في مجال الإسعاف المركزي بين مملكة البحرين والجمهورية الفرنسية والتي يقدم الجانب الفرنسي بمقتضاها المساعدة في أعمال التدريب كما قدم مسؤولو التدريب في مستشفى الملك حمد الجامعي مسودة اتفاقية تدريب طبي للعاملين في الإسعاف المركزي بعدها طلع المجتمعون على التجهيزات الفنية وشبكة الاتصالات الخاصة في غرفة العمليات الرئيسية الخاصة بمركز الإسعاف الوطني بوزارة الداخلية والتي تم تجهيزها بأعلى مقاييس الجودة وبأنظمة اتصالات متطورة والتي تساعد في عملية التحكم بسيارات الإسعاف والتأكل من سرعة الاستجابة بالاستعانة بأنظمة المعلومات الجغرافية الموصولة بالسيارات وقد أعرب معالي رئيس المجلس لعلال الصحة عن شكره وتقديره لمعالي وزير الداخلية على تواصله الدائم وحرصه على تطوير التعاون المشترك منوها إلى أهمية التنسيق المحكم مع المستشفيات المعنية ومواصلة التعاون بما يحقق الأهداف المرجوة ترجمة نانسي قنقر